اشتركوا في القناة يعني موافقين على سياسته يلي لا تنشوف معك بالتفصيل شو هالقدة يعني مسؤولية كانت جربة تشوفه وقدة كان مسؤولة عن انهاء الحرب الباردة يعني قبل ما نحكي عن شخصه عن حياته كيف وصل للسلطة شو عمل أبرز انجازاته بدي بلش من اللي حضرتك قلتي التلفزيون الصيني من يومين قال رحل شرير باع وطنهم تصور لأي درجة الشيوعية او الصين او الدول اللي كانت من ضوية تحت الأحزاب الشيوعية بالعالم حكيت عنه ومنهم اللي قايدين بوتين اليوم حتى بوتين مره على جناسته والعالم الغربي من الولايات المتحدة الامريكية لأوروبا الغربية كلها لليابان نظروا له انه دعم الانسانية دعم الانسان دعم الروسي والسوفيتي بشكل عام دعم الخمسة عشر دول اللي بتشكلوا منها الاتحاد السوفيتي دعم المحبة دعم الحرية دعم العمل النقابة دعم الاقتصاد وصفوه أوصاف ايجابية جدا كانسان دعم المحبة بين البشر بين النظام الرئاسمالي والنظام الشيوعي بعد عن الناس الحروب الأسلحة النووية هو جورباتشوف اللي أثر فيه أكتر شي وهلأ منحكي بالتفاصيل زيارته لناكازاكي مطرح مكبه الأمريكان تاني أمبلة نووية شايف بعد المثيل الموجودة والأثار الدمار اللي محتفظين فيها اليابانية كيف موجودة بتشيرنبيل وقال ليه في سلح نوو بالعالم ليه نحن بحرب نووية لو بردة لازم الأسلحة النووية تتوقف تطوير الأسلحة النووية يتوقف وهو زعيم الاتحاد السوفيتي هو أمين عام الحزب الشيوعي بالاتحاد السوفيتي قرر يفوت بمفاوضات مع الدول الغربية بس مين هو قربة تشوف وشو اللي وصلوا لهالمسؤولية الكبيرة الاتحاد السوفيتي كانت بصراع لو بارد يعني حرب باردة كلمتان متناقضتان بصراع بحرب باردة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب استمر هالصراع تقريبا 45 سنة أمريكا قائدة الدول الحرة والاتحاد السوفيتي قائدة وزعيمة الدول الشيوعية الشرقية الاتحاد السوفيتي مألف من 15 دولة رأسها وعاصمتها موسكو هالاتحاد السوفيتي فإذن خلق بهالدولة هو سنة الواحدة وثلاثين بمنطقة بسيطروا عليها الشيوعية والماركسية ومبياناتهم بيوا وجده ما فينا نقول أنه جورباتشوف هو اهتدى للشيوعية بالعكس الشيوعية كانت موجودة ببيته وبخاصة جده كان شيوعي إلى أقصر حدود وماركسي وعن أناعة وكان يقعد بفسر له عن الشيوعية سنة هو خلق سنة الواحدة وثلاثين سنة الواحدة وثلاثين أصابت روسية والاتحاد السوفيتي مجاعة ضربت 80% من الناس من بياناتهم عائل طولة جورباتشوف مثلوا أختين وعمهم مع هيدا وكلوا ضلوا مؤمنين بالنظام الاشتراكي والنظام الشيوعي سنة الـ 42 اشتاحت جيوش الألمانية الروسية وصلت لحتلة ستالينجراد وموسكو وعلى أساس أنه هتلر يعني النظام النازي بدي يؤدع على النظام الشيوعي تأثر أكتر صار يكره أكتر الألمان صار يكره حتى الغرب كله ومن هالمنطلق ضل مقتنع أكتر بالشيوعية ولكن اعتقال جده جده اللي بيحبه كتير واللي كان يعلمه على الشيوعية سنة الـ 37 يعني قبل ما يوصل هتلر على روسية اعتقاله ونفقه لسيباريا مادام كاتيا اللي كان ينفع على سيباريا قيام ستالين ستالين زعين الاتحاد السوفيتي بعد لينين يعني من الـ 24 لـ 53 تقريباً 30 سنة ظل حاكم مستبد ديكتاتوري ومجرم ستالين مجرم بكل معنى الكلمة بدون مستحى يعني يقتل يضطهد يعتقل كل واحد ضده بالسيس هيدا ستالين فإذا كل العالم بتحكي عن ستالين بهالطريقة عيش بهالفترة جورباتشوف وقال أنه ستالين يعني بينه وبين حاله وفيما بعد أنه مش هيدا هو النظام المثالي للاتحاد السوفيتي أو للشيوعية مشان هيك هو انخرط من بعد ما كان بعيش هالجو الشيوعي لو بالفقر لو أمه وبيه مزارعين هو مزارع مزارع شاطر عم يتعلم وكان مزارع شاطر فقر مطقع يعني ما معهم يأكلوا مش بس هو بالاتحاد السوفيتي كانوا جوعانين كل الانتاج الزراعي والصناعي والتجارة بالنظام الشيوعي بالاتحاد السوفيتي لما يروح للدولة مش هيدا الشيوعية يروح للدولة والناس تعيش بالفقر لو في نسبة متعلمين مرتفعة لو في طبابة مرتفعة شهر تناقض عندها شعب ولو في أسلحة متطورة وفي الصراع بالتطور مع أمريكا ولكن شعب فقير مش بس بروسية بالاتحاد السوفيتي كله فيه تناقض مثل ما عم تقوله وهنا يعيشين بالفقر فقر ما فيه لا مسيل له يعني أنجق معه نياكله ومؤمنين أن الشيوعية هي منكز لقالهم بالأحرى الاشتراكية منكز لقالهم ما بأمريكا الفقير بتأمله الدولة الأكل أو بأوروبا الغربية الأكل والطبابة والعلم لو بحد قدنا هو هاي نظرته وفيه وجهة نظر يعني بقى فاتعة الشيوعية على الحزب الشيوع وقتا كان بالجامعة عم يعمل حقوق بجامعة موسكو فاتعة الشيوعية مقتنع أنه بده يطبق النظام الشيوعي المساني وبلش يتدرج تحتى صار أمين عام الحزب الشيوعي بمنطقته وطور إلى أنه شخصيته القوية التزامه الشيوعي التزامه بحزبه انصياعه لرؤسائه خليه يوصل سنة الواحدة وسبعين وزير للزراعة المزارع الفقير من أبوين فقيرين وعلى فوقه على فوقه بيه روسي أمه أوكرانية تشوف الأخوة بينها الشعبين شعبين مزبوط بس كتير متقاربين ولو أوكرانيا سوفيتية ولكن عندها كان استقلالية ونمط حياة وعندها تطور يساوي تطور روسي كانت أوكرانيا لو بالاتحاد السوفيتي كانت تساعد كتير روسية بتطورها أو الاتحاد السوفيتي يعني أول كومبيوتر سوفيتي نعمل بأوكرانيا المفاعل النووية أكتريتها كانت بأوكرانيا أكتر من روسية أو يمكن بالتوازي وفيما بعد أوكرانيا قدمتها لروسية بعد انهيال الاتحاد السوفيتي فإذن عامل وزير للزراعة بهالفترة كان بلش بالسبعينيات وثمانيينيات الاتحاد السوفيتي يتضعضع يعني مات ستالين إجا خروتشوف إجا برجناف هوده أخف سطوة عن ستالين المجرم هن مجرمين أو ديكتاتوريين ولكن غير تصرف عن ستالين كمان هن ديكتاتوريين يمنعون الأحزاب يمنعون الديمقراطية ما في انتخابات ما في انتخابات رئيس على فوق ما في رئيس للاتحاد السوفيتي ما كان في رئيس اللي بيجي أمين عام الحزب الشيوعي هو ذاته رئيس الاتحاد السوفيتي حكما حكما فإذن بيموت برجناف بلشوا الكبار بالعمر يموتوا يخلصوا يعني يخطروا يعتزلوا السياسة وبلش الطبقة جديدة أو عنصر الشباب مثل أندروبوف يبين على الساحة هؤلاء أندروبوف كمان من الجيل قديم بس بلش يبين على الساحة لأنه رجل عسكري ورجل مخابراتي استلام السلطة كمان مضاين ومات شرنينكو كمان استلام السلطة 84-85 هؤذي مثل إذا بدك زيول الكبار بالعمر اللي عاصروا لينين وستالين بيّن كورباتشوف كان هو فات على حزب الشيوع سنة 80 على المجلس الأعلى لحزب الشيوع بيّن كان الختيارية خلص خلصت إيامهم وبشكل عام الشعب السوفيتي تعب من نمط الحياة الدكتاتورية المتسلط الإجرامة الغير عادي اللي أنجو عانين إجا جورباتشوف يعمل نمط جديد بالاتحاد السوفيتي هاي يكوصل على السلطة سنة 85 وكأنه في شيء بدو يتغير وهيدا اللي صار بين 85 و91 يعني عكل حل وزير زراعة هلأ أصلا نفهم قد أهميته بروسيا يعني طبعا وزير زراعة وفي أوكرانيا بخاصة هالأيام يعني هلأ أصلا نعرف بالتحديد بدون الحبوب الأوكراني والروسيا حتى بس الحبوب الأوكراني العالم كله تضرر أصلا كل العالم متضرر هلأ بعد شواء حتى يعني الاقتصاد الاقتصاد الروسي الاقتصاد الأوكراني متأثر جدا 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 حتى أنه كمان بعد شمان نحكي عن إذا كان معنا وقت عن لي بوتين ما أعلن الحرب على أوكرانيا لحد الساعة ما أعلن كلمة الحرب على أوكرانيا هو بيعتبرها عملية عسكرية وليس حربها طويلة هالعملية طويلة ونعرف لين بطوصة طويلة جدا نرجع لقربة شوف ليش يعني هالقدة كان عنده محبة من عند الناس خلال حكمه كانوا يحبوه طبعا كثير اليوم في معه وفي ضد بس خلال حكمه ما كان فيه كأنه عرائيل قدامه تعرفي هو أتوصل على السلطة لقى أنه الشعب جوعان والشعب تعبين بس كان مؤتنى على هالشعب بهالسياسة يعني مش كله لا كان متزمر ولكن خايف ما بيسترجع يفتحتهمه خاصة بالدول الاتحادية بالاتحاد السوفيتي المجاورة يعني ضمن الاتحاد السوفيتي بس مش تابع لروسيا يعني إذا بدك من دول البلطيك لفوق لأزربيجان وإزباكستان بيناتهم أوكرانيا وأرمينيا كل هود الدول يلي كانوا خاضعين في منهم بالقوة ووقتا كانوا ينطفضوا أو يرفعوا الصوت ضد الوضع اللي كانوا عايشينه قمع بالجيش جيش السوفيتي جيش الأحمر مرعب ولكن بعهد جورباتشوف ووقتا جا يعمل جلسموس جا يعمل بريسترويكا شو يعني؟ بريسترويكا هو تطوير النظام الاقتصادي يعني يا سوفيات نحن سيطرنا على الاقتصاد كدولة وكنزام شيوعي تقريبا من 22 وقت اتأسست الاتحاد السوفيتي لا هلأ لل85 بدنا نحرركن بدنا المزارع يصير عنده أرض مش يشتغل ويعطي للدولة الحكيم والممرض يصير عنده مدخول مش يشتغل ويعطي للدولة ما يكون عنده طموح لمهندي ستة يرجى الصناعة الصناعة اللي عنده مصنع صغير والمصانع الكبرى للدولة لا إله حق يكبر صناعته التاجر اللي عنده تجارة صغيرة والتجارة الكبرى بإيد الدولة لا إله حق يكبر تجاره نغير كل النظرة كل النظرة الاقتصادية للاتحاد السوفيتي يمكن تسرع عم قول يمكن شعب صر له 60-70 سنة مقموع مقموع وما عنده حرية تجارية يجي فجأة غورباتشوف يعطيهن هالحرية الاقتصادية والجلاس موس الحرية السياسية واللي يمكن الدينية والصحفية والإعلامية لس لاش عم تقول يمكن تسرع شو كانت النتائج لعن النتائج أنه وقت عطاهم حرية الأحزاب الانتخابات انتخابات النيابية انتخابات الرئاسية على فوق هو أول رئيس للاتحاد السوفيتي وآخر رئيس هو أول مرة حدا بيعمل انتخابات رئاسية وبيطلع هو وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي يعني عم نسمع الألام وفاة أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي مضبوطة الجملة فإذا عامل انتخابات نشأت بعهده نشأت الأحزاب طلعت الصحافة يمكن عمقول كان لازم شوية شوية تنعطى الحرية لشعب مقموعة شوية شوية تنعطى يتعدل الدستور لشعب ما عنده كان المود دو في أو سيستام أو نمط حياة تحتى يعيش صار في ردة فعل عكسية وحتى بالتجارة بدون ما يتحرر وصير في غنى صار في فقر زيادة كمان ما قدرت الدولة تدير التطور التجاري المفاجئ ما فيك تجيبه انت واحد يمكن عمقول هالشبه منه متعلم منه فيتعى مدرسة ما معه مصاري ما عنده بزنس بحياته ومش بشتغل تجارة تعطيه عشرة مليون دولار أو مليون دولار تصرف تقول له تصرف هايك صار هايك صار بالشعب السوفيتي مشان هايك الدول يلي كانت خاض على الاتحاد السوفيتي كانت جعانة تعبانة قرفانة من الحكم وقتها شافت هالانفتاح طلبت بالتحرر واستقلت طلب بالاستقلال استقلت عن الاتحاد السوفيتي سنة التسعين في منهم طالبوا خاصة دول البلطيك استقلوا أعلن الاستقلال بالواحدة وتسعين صار في مظاهرات الأفانتاج عند جورباتشوف ما عمل مثل أسلافه بعت الدبابات والصوريخ والمدافع يكمعوا الشعب المنطفد قالوا نا حرية الرأي بمين متأثر بالغرب كان عنده نظرة إيجابية للغرب لنمط الحياة بالغرب بخاصة بثلاث شخصيات البابا يوحنا بولو ستاني وقابلو رونالد ريجن وقابلو ومارجر تاتشر وقابلو كان علاقته فيهم جيدة جدا أنه يا عمي هاو دي زعمة لكونان كيف عايشين مع شعبهم ارهاب من شعبهم بينتخبون شعبهم شعبهم بيسقطهم ما هادي الحياة السياسية المثالية هاك هو نظر له هادي الشعب اللي بيقرر الشعب هو مصدر السلطات إجا نقلهم هالأفكار للسوفيات ونظرة الإيجابية اللي كانت عنده للغرب بالإعلام إيجابية جدا يعني كان يقرأ الصحافة الغربية وجرب ينقول الموسيقى التياب الفكر السقاف الكتب شو ما أقولي الشعب السوفيتي يكون عنده ضد قربة تشوف مع كل هالمثاليات اللي عم نحكي اليوم في موجة مع بوتين مع أنه مش الأغلبية لأنه بالانتخابات الأخيرة ما جاب الأكترية ولو ما تحالف مع بعض الأحزاب الصغيرة ما جاب الأغلبية في أحزاب كانت ضده أوكي يمكن أكتر من النص بس مش أنه كسح بالشارع الروسي اليوم في حديث أنه بوتين بدو يرجع أمجاد الأمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي أي اوراسيا موحدة تحت سلطة موسكو يعني أوروبا أو أوروبا الشرقية وآسيا موحدة تحت سلطة موسكو مثل ما كانت أيام الأمبراطورية الرومانية يعني عندهم نستالجيا للقمع يلي كانوا عاشين فيه أو للقوة أو للسلطة الكبيرة أو للجغرافية الكبيرة ما تنسي الاتحاد السوفيتي فكرة أنه اتحاد السوفيتي أو روسية أو روسية لو كان هايوي كفارد مقموع منه بعيد عن الفكر أو التصرف الشيوعي يعني القمع عدم كبور رأيه الآخر الحزب الواحد منه بعيد عنه أبدا يعني منشوف أنه الانتخابات كلها بتصب لأله والبعارضه بالحبس بلحقه بالقضاء يمكن مش ما في سيبيريا وما في إعدام بطريقة أليان يمكن مشين هيك في ناس معهم بإخراج بإخراج آخر بإخراج آخر فإذا في ناس بحنه لأنه يكون في دولة عظمة اسمها روسية اليوم تواكب أمريكا أو تنافسها وفي منهم مع أنه تقتلها يعني تصور لأي درجة لو في اليوم اسلاح نووي مشينها كهودي بيعتبروا جورباتشوف شرير أو مخطئ أو عميل للغرب أو تابع للغرب فإذا لمع بوتين اليوم بدهم روسية ترجع دولة عظمة ويسقطوا الأحدية الدولية تبع الولايات المتحدة الأمريكية ما بدهم أمريكا حكم العالم بدهم روسية تنفسها الصين تنفسها لأمريكا يصير فيه تعددية دولية ينفسوا بعض شعوب تنفس بعض دول تنفس بعض لما يكون فيه دولة حكم العالم هل هي هالنظرية منع عاطلة مش بس منع عاطلة بالعالم بالدول حتى حلو الأحزاب حلو تنوع الأحزاب حلو الديمقراطية حلو الأشطر والأمهر والأقوى فكريا وثقافيا وحتى اجتماعيا هو اللي يحكم بالعالم في عنا يكون اتحاد أوروبي قوي الولايات المتحدة الأمريكية قوي روسية قوية الصين قوية اليابان قوية ما بيمنع حتى دول عربية قوية ما بيمنع فيه منافسة لمصلحة البشرية بس مش إذا بدي نفس أمريكا اهجم احتل أوكرانيا وروح كذا مئة ألف أتيل ولو أمريكا أو أوكرانيا قريبة من أمريكا مش هايك الطريقة اللي ضد بوتين عم بيقوله مش هاي الطريقة من نخلي روسيا تنافس أمريكا مش منهجم على شعب صديق لألنا أو قريب مننا منقمعه منقتله منولعه مندمره حضارته تحتى نقول نحن وياللي بيعتبره أن أمريكا عم تستعمل أوكرانيا وياللي عم يعتبره أنه أمريكا عم تستعمل أوكرانيا تتقرب من روسيا أصلاً روسيا مع هي تاني دولة عزمة بالسلاح فيها إذا ناتو قرب ع حدودة يعني هاي دي المبرر تبعاً اللي بيدعمه بوتين أنه إذا ناتو قرب ع حدودة لش الروس خايفين من السلاح الموجود بأوكرانيا إذا ناتو قربت ما عنده سلاح متطور عنده الـ S-400 و S-300 اللي اليوم نتليه التليفزيونية أنه بتقدر تواجه أي تطور سلاح موجود بأوكرانيا بكل سولة مش بها الطريقة دولة عزمة بتحب تطور حالها فيها بدأت تجيب أوكرانيا لميلتها فيها تدعم الشعب الأوكراني تلعب دور بالانتخابات تساقد زيلانسكي مش فوت من قتله من قتل شعبه فينا هلأ كل دولة قريبة على الروسية وفي كتير دول بتنضم أو انضمت للناتو بروح بنهجم من قتلهم وفي دول البلطيك اللي كانت بالاتحاد السوفيات السابق هي اليوم بالناتو بكرة فإذا هات تهجم عليهم الاتحاد الروسية تهجم عليهم وتقلهم أنتو خطر علي الناتو قرب علي أو حلف شمال تبقر بتشوف شو كان كان عنده موقف من الحرب ضد أوكرانيا ضده كليا ضده كليا انتبهي جورباتشوف في بعض الأحيان قال الاتحاد السوفياتي كان لازم يبقى بس كان لازم يبقى متطور كان لازم يبقى متطور كان لازم يبقى حر حري للإنسان ما كان هو قصده بشكل مباشر يحل حل الاتحاد السوفياتي ولكن بما أنه البرسترويكا ما نجحت والجلاس مصد ما نجح فإذن الاتحاد السوفياتي لازم يفرط والدول والدول هايدي اللي كانت منضمة تحت الاتحاد السوفياتي لازم تستقل مقتنع عنه هايدي لازم تستقل لأنه معارضة هالحكم يلي عمره من سنة 22 برأيك ما نجح جربة تشوف بهذه السياسات بس لأنها كانت سريعة بالمبدأ أو ما بتنجح بهيك بلدان لا كان فيه نمط حياة من 22 لل85 معبّة بقلب وفكر السوفيات وأكتر بالدول الشيوعية المجاورة يعني ضمن الاتحاد السوفياتي اللي على الحدود روسية هاو دي ما بقى يقدروا ينطروا إجاهن فرصة واحد يحكي بالحرية طلبوا بالاستقلال خلص يعني هلا أكيد في دور للبابا يوحنا بولوس التاني وللرونالد ريجن وجورج بوش بعدين للأب لأنه الاتحاد السوفياتي سقط عايام جورج بوش اللي إجا بعد رونالد ريجن بس كان الدور لرونالد ريجن اللي كبير فإذا هاو كان إلون دور لعبوا كمان دور كانت شخصية وفكر جورباتشوف ولكن الأساس أنه السوفيات بدون يغيروا كل الشعب السوفيتي مش الروسي بقلب روسية السوفيات بدون يغيروا بدون يستقلوا خلص ما بقدروا يقدروا يتحملوا الفقر والطريقة الدكتاتورية اللي كانوا عايشين فيها إجاهن الخلاص على يد جورباتشوف مشان هيك اليوم بقلب روسية في كتار كتار معارضين لبوتين ما بدنا نرجع للنمط الحياة يلي كنا عايشينه زمن الاتحاد السوفيتي القمع الدكتاتورية الحزب الواحد الكلمة الوحدة ممنوع المعارضة ممنوع الانتخابات الحرة التزوير كله هيدا ممنوع مشان هيك ما بدون يرجعوا ما بيحنوا للاتحاد السوفيتي بيحنوا لقلة كدولة عظمة ما بيختلفوا هيدا اتنين أنه كل واحد بفضل دولته قوية دولته ناشحة هيدا ما حدا بيعرضها أكيد لكي دولة صغيرة بالحجم أو دولة كبيرة ولكن أن نرجع للقمع والقتل والديكتاتورية والاحتلال للشعوب الأخرى كل ما حدا اعترض مش معقولة أنه إذا أوكرانيا ما بتتخيل ما بتتخيل المنطق أوكرانيا بتنضام للناتو مفوت محتلة فإذا هيدا كل دولة مجاورة أكبر من التاني إذا الدولة الأصغر مننا حدا قرر تنضام لشحلف أو تعمل تحالف مع دولة أخرى أو تتفق مع دولة أخطر فوت تحتلنا شريعة الغاب الكبير بيكل الصغير بدأ نمشي كل المجاورين لا لا هيدا ساعة البدنة روسية تفوت تحتلنا وساعة البدنة إسرائيل تحتلنا وساعة البدنة مثلا لا في بيعتبروا أنه أمريكا شنت الحرب غير مباشرة على روسية من خلال هالسياسة يعني لا فيك تقلب السؤال أو تسألي بطريقة غير فيك تقولي أنه أمريكا وقعت بوتن بها الطريقة يمكن وقعته بالفخ وقع لأنه لحديث هلأ هو فشل زريع للروس مش بس لبوتن للدولة الروسية بأوكرانيا فشل زريع لا عم يقدروا يكملوا ولا عم يقدروا يتراجعوا من شان هيك قلنا بالبداية أنه معتبرها عملية ومش حرب مش حرب ها أولا تكون خسارته القد كبيرة خسارته بالداخل تما تكون خسارته بالداخل كبيرة ويقوم عليه الشعب الروسي أنه أنا عم بعمل عملية بعدين ما بدي يدي على التجنيد الإجباري لأنه إعلن الحرب الدولة الروسية كلها الشباب بدي روح على الحرب بدي وقف التعليم بدي يصير في نعمة حياة مختلف المال بدي روح أكتر للسلاح بدي يقوم عليه الشعب أنه نحن مش بحاجة هلا لحرب ومنها حرب ضرورية أو حرب دفاع كلها بيخلي أنه أمريكا تأرجع لسؤالي أمريكا قدرت وقعت بوتين بهالشي بس أكيد يلي أكيد أنه الأوكران ما كان بدون الحرب تحضرولا لأنه كانوا عارفين أنه بوتين هاي دي عقلاته كانوا بيعرفوا أنه دايما روسية عينة على أوكرانيا دايما دايما روسية عينة على أوكرانيا بتطورها بغزارة إنتاجها الغذائي والنفط ويمكن التربة الموقع الاستراتيجي بتحميها من أوروبا بتحميها من أمريكا فمن هيك جدا من المطرح اللي بيجع مظبوط من هالمنطلق قوتين أرر لا لأنه حال في شمال أطلس بديجع ليا ولا لأنه زيلانسكي قريب من الغرب ولا لأنه مثلا بيحرق سوء أو قيد بالغاز بيوقفونا الغاز أو عم يستخدموا الغاز كله مش هده مش مظبوط بوتين بده يضم أوكرانيا ليستفيد من إنتاجها وقوتها كان معتبارها عملية كم معتبارها عملية تخلص بسرعة بسائطها مطولة والمضحك أنه بوتين طلب منه نستسلمه أول كم يوم وأخذ عزر أنه دونباسك هايدي هينة والمعارضين بالداخل الضغري بيضموا إلنا ومنفوت وبيستسلموا وزيلانسكي شو هالفراق وشو هالممثل ومي رح يكون معه والشيوعية الأدما والأوكران رح يضموا إلنا مش عارف أنه في ناس قوميين في ناس بيحبوا لوطنهم في كتار ناس انتخبوا لزيلانسكي هني معه اكتار كتير مشان هيك ما رح يسلموا سلاحهم لو بوتن نجح بالمرحلة الأولى بعده هلأ فيشل يعني حتى أنه الأوكران عم بيشنوا هجوم على الروس هلأ بيخلصون لو صعب عليهم بس هني هلأ هجوم مضاد على الجيش الروسي تصور الجيش الروسي كان فيت بدوا يحتل الأوكرانيا عساسه نزها ومعركة صغيرة وهيني ومنرجع صار الجيش الروسي عم اتعرض للهجوم الأوكراني مشان هيك فشل زريع الأوكراني اليوم حبين أرضهم وكنيستهم حتى ورئيسهم وانتاجهم وحبين بعضهم أكتر من أي وقت مضاد شكرا لك دكتور مراد من شمك الأحد المقبل وقفة هلأ ونرجع متابقا لايف شكرا لكم